في إطار توجه جديد يصب لجماعات محلية خلاقة للثروة يعقد لقاء الحكومة بولاة الجمهورية اجتماع أكد فيه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نوردين بدوي مرافقة الحكومة للاستثمارة المحلية من خلال توفير العقار الصناعي فقد عملت الحكومة على الرفع من عرض العقار الصناعي الذي لا طالما شكل عائقا أمام المستثمرين من خلال اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية كان لساد الولاد الدور الكبير في تنفيذها مكنت من استرجاع ما مساحته 552 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل موزعة على 1071 قطعة أرضية عبر مختلف مناطق الوطن وذلك منذ سنة 2016 اللقاء وتشاوري وعلى مدر يومين سيشكل فرصة لتوضيح الرؤى لاستكمال الإصلاحات خاصة ما تعلق بتجسيد لمركزية التسيير وتحرير المبادرة الاقتصادية بالإضافة لترقية المرافق العمومية وعصرانة الخدمات والهدف التقرب أكثر من المواطن فعليكم بالميدان وثم الميدان وافتحوا قلوبكم للمواطنين قبل مكاتبكم وانصتوا إليه والانشغالاته بل وجعلوه سندكم وقوة اقتراح لكم بالنظر لتشعوا بالتحديات وتعقيداتها خاصة في مجالة النظافة والنقاة والعوميتين والوقاية من الوكارث الكوائث الطبيعية التي كلفتنا حوالي 48 مليار دينار جزائري من أجل ترميم مخلفاتها لهذه السنة مقاربة جديدة للتسيير المحلي ينتظر فيها من الجماعات المحلية لعب دور ريادي في بعث قاطرة الاستثمار والتنمية المحلية اشتركوا في القناة